شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة إلا أن إجراءات إسرائيل هي التي تعرقل دخول المساعدات غزة كنا بندخلها قبل كده مش يعني كان حجم النقلات اللي بتخشي لها كل يوم ستمائة شاحنة ستمائة يوميا إحنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من متين متين وعشرين شاحنة لا والله مصري من أعبر الرفح مفتوح على مدار الأربعة وعشرين ساعة في السبعة أيام في الثلاثين يوم إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتأدل كده وده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع السراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر